قال سبحانه وتعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا مر معنا في الحلقة الماضية أن إبراهيم يتلطف مع أبيه ويدعوه ويبين له الحق ويبين له الصراط المستقيم وأبيه صامت لا يتكلم وإنما يسمع الآن نطق فقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يعني يقول أنت لا تريد أن تعبد الأصنام ولا ترى في هذه الأصنام شيء لئن لم تنتهي أي عن نصحك وتبيانك للحق الذي تريده لأرجمنك وهجرني مليا أي لا أريد أن أراك نهائيا ولا شك أن هذا الأمر يعني أحزن إبراهيم وضاق به صدره وكان يتأمل أن أبيه لعل بعد هذه المحاضرة الطويلة يتأثر أول أمر أول أمر نهى إبراهيم على الحديث قال خلاص كف لا تتكلم والحق الذي تقول عنه لا أريد وإذا لم تنتهي سوف أرجمك أي يسلط من حوله من الناس في القرية ويجتمعون على إبراهيم كي يرجمون وإلا فابعد نهائيا أخرج من القرية التي أنا فيها لا شك أن هذا هذا الكلام يعني يعني يعتبر صدمة قوية لإبراهيم تهديد ورجم ونفي من الأرض ماذا قال إبراهيم انظر الإبن البار حتى لو أخطأ أبيه وتلفظ عليه لا يرد الصعب الصعب وإنما يختار أفضل الكلمات قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا يعني هذه الكلمة من إبراهيم سلام عليك والسلام كما قلنا في حلقات ماضية هو اسم من أسماء الله أمن وأمان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال أفش السلام بينكم فإذا قال الإنسان السلام عليكم معنا ذلك أيها الناس أو من خاطبهم بالسلام أنتم آمنون قال لأبيه سلام عليك أنت آمن لن أؤذيك ولن تجد مني شيئا يكدر خاطرك سوف أحقق لك ما تريد قال سلام عليك سأستغفر لك ربي أنظر إلى البر مع أن أبيه مشرك وصاد ومعاند ويهدد ويتوعد قال له إبراهيم سوف أستغفر لك ربي يعني يقول إبراهيم لأبيه هذا الرب العظيم الذي أنا أعبده سوف أرفع يدي إليه وأسأله أن يغفر لك رحمة عظيم وهكذا الأنبياء كانوا رحماء بأقوامهم قال إنه كان بي حفيا الحفي الذي يهتم بأمره وشأنه فالله تبارك وتعالى جعل إبراهيم أمة قانتة لله وحفه بالملائكة الكرام وهو الذي يسدده ويحفظه وينصره وينزل عليه الخير قال ما دام أن ربي سبحانه وتعالى بي حفي فلن يضرني شي وهذا أسلوب لطيف أسلوب يعني التلميح يغني عن التصريح ما قال أنت هدتني قبل قليل وتتوعدني بالرجم وأنا سوف أرد والله يفعل لا لا قال إنه كان بي حفيا يعني يا أبي ربي حافظني وميسر أموري وناصرني فكلماتك التي قلتها قبل قليل لا تضرني في شيء لكن بسلوب احترام وتقدير وتوقير وهكذا الأبناء البارين بوالديهم ثم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا قال قال سوف أعتزلكم ولا الأجلس معكم حتى لا تؤذوني ولا أذيكم لأن وهذا من الحكمة طبعا أن إبراهيم شعر إذا أبيه يتكلم ويتوعد ويتهدد بهذه الطريقة ويهدد بالرجم معنى ذلك سوف يعني يثير الناس عليه وتصبح القرية كلها ضد إبراهيم فقال أعتزلكم هذا أحسن الحل أنا وحيد وأنتم كثرة كثرة أبتعد بعيدا وأعبد ربي إلى أن يغضي الله سبحانه في أمري وأمركم ما يريد قال أعتزلكم وما تدعون من دون لحتى أصنامكم لن أأتي إليها وراح أتجه إلى الله سبحانه وتعالى قال وأدعو ربي أشتهد بالدعاء ليلا ونهارا عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا والأنبياء دعاءهم مستجاب الأنبياء دعاءهم مستجاب إذا دعا بدعوة استجابها الله سبحانه وتعالى نستفيد من هذه الآيات أيها الحب الكرام أن إذا نصحت بعض الناس وجدت منه نفورا وعراضا ولا يريد الحق الذي أنت عليه فعليك أن تتلطف به ولا تعانده ولا ترد عليه الصاع بالصاع وهذا ليس من الحكبة في شيء إنما أن يكون الإنسان هينا لينا سمحا حبيبا قريبا للناس وهذا هو منهج الأنبياء أما الشدة والغلظة في القول باسم الدعوة إلى الله أو التنفير أو التقبيح أو الكلام السيء للذين يخالفونك هذا ليس من الأخلاق في شيء قال سبحانه وتعالى عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنت لما تدعو إلى الله في بعض الناس هو تربى على يعني تركه للصلاة مثلا فكيف تقنعه حتى يرجع إلى الله ويحافظ على صلاةه مثلا بعض الناس اعتاد طيلة حياته أنه لا يصوم كيف تقنعه وتجعله أن يصوم بالحكمة والموعظة الحسنة واختار الكلمات الطيبة والأوقات المناسبة المناسبة له وهكذا تبدأ معه بالحوار باللطف مع أمر عظيم تدعو له بظهر الغيب أن الله سبحانه يشرح صدره يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه إلى آخر وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة المباركة إن شاء الله استودعكم الله السلام عليكم رحمة الله